تحطم طائرة ركاب صومالية في مطار مقدشيو سلم يا رب سلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في البداية بنذكركم بالصلاة والسلام على سيدنا وحببنا النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد تعالوا نشوف هذا الفيديو الذي يصور تحطم طائرة الركاب في مطار مقدشيو حيث تحطمت طائرة ركاب في العاصمة الصومالية مقدشيو بعد هبوطها في مطار الدولي يوم الاثنين وتم اجلاء ثلاثون شخصا كانوا على متنها بسلام وقالت ادارة المطار ان الركاب وافراد الطاقم نزلوا من الطائرة التي تديرها خطوط جوبا الجوية والتي كانت في رحلة داخلية قادمة من مدينة بيداو الداخلية سلم يا رب سلم شكرا جزيلا دمتم في امان الله نعم ترجمة نانسي قنقر